اعزائي الطلبة والطالبات اهلا بيكم في حلقة جديدة هنكمل فيها دراسة منهج الكيمياء هنبدأ النهاردة في دراسة عنصر الحديد زي ما حضراتكم عارفين احلى بندرس مع بعض العناصر الانتقالية واكثر شهرة واكثر وجودا في حياتنا من ضمن هذه العناصر هو عنصر الحديد عنصر الحديد بتشوفه حضرتك في كل حاجة محيطة بيك في حياتك اليومية التوزيع الالكتروني اللي بيمثله عنصر الحديد وعدده زري 26 هو أرجون إيتين فور أستو سري دي سيكس زي ما حضراتكم شايفين سري دي سيكس بمعنى ان المستوى الفرعي دي يحتوي على 6 الكترونات وده بيديله خصائص محددة لما نتكلم ونبدأ باستعمالات وجود عنصر الحديد في حياتنا هو عصب الصناعات الثقيلة في حياتنا فهو مستعمل في حاجات كتير جدا بنشوفه في حاجات كتيرة محيطة بينا عنصر الحديد بيجي ترتيبه الرابع بين عناصر الكشة الأرضية درسنا في الحصة اللي فاتت ان الحديد هو العنصر الأول هو فعلا العنصر الأول بالنسبة الباقي لعناصر الانتقالية فهو أكثر عناصر الانتقالية نسبة وجودا في الكشة الأرضية لكن إذا تحدثنا عن جميع عناصر الكشة الأرضية يكون ترتيب الحديد هو العنصر الرابع بعد 3 عناصر مهمين جدا وهم عنصر الأكسوجين وهو أكثر العناصر وجودا يالي السيليكون ثم الألمونيوم ويأتي بعدهم العنصر الحديد بنسبة 5 و 1 من 10 في المية من وزن الكشة الأرضية الطلبة ده ريسي قسم علمي علوم بيدرسه الكلام ده كويس جدا في فرع الجيولوجيا أن باطن الأرض معظمه حديد وهنا لما ندور بنشوف الحديد فين الحديد لا يوجد بشكل حر يعني عنصري يعني عنصر الحديد حر غير مرتبط بأي عناصر أخرى إلا في النيازك وكلمة نيازك هي كلمة بتعبر عن سخور بتسقط من الفضاء لما بتسقط هذه السخور ونبتدي نحللها نجد أن يوجد بداخلها عنصر الحديد في صورة حرة يبقى عنصر الحديد لا يوجد في صورة حرة إلا داخل النيازك طب وعلى الكشة الأرضية؟ لا على الكشة الأرضية بيوجد في صورة خامات طبيعية بمعنى مركبات ممتزجة ومختلطة بسخور ورمال أخرى بتتحدد صلاحية الخام اللي أنا هستعمله لاستخراج الحديد بناء على عدة معايير أولا نسبة الحديد في الخام قد إيه؟ ثانيا الشوائب المصاحبة للحديد تركبها الكيميائي إيه؟ وهل هذه الشوائب بيها عناصر ضارة زي الكابريت والفوسفور أو الزرنيخ وغيرها أولا لا؟ إذن الخام اللي إحنا هنستعمله علشان نستخلص منه عنصر الحديد له معايير في الاختيار زي ما حضراتكم شايفين نسبة الشوائب ونوع الشوائب ونسبة الحديد فيه إيه أشهر خامات الحديد اللي إحنا نعرفها؟ أشهر خامات الحديد المعروفة عندنا اللي إحنا هندرسها مع بعض عندنا أربع خامات أساسية موجودة في حياتنا خام الهيماطايت خام الليمونايت خام الماجنيتايت وخام السيدرايت كل خام من هذه الخامات محتاجين ندرس تركيبه كيميائي الصيغة الكيميائية بتاعته خواصه نسبة الحديد فيه وأماكن وجوده في مصر فلو بتدينا بخام الهيماطايت خام الهيماطايت هو أكسيد الحديد السلاسي اللي الصيغة الكيميائية اللي بتعبر عن تركيبه هي F2O3 والخام ده لونه أحمر داكن زي ما حضراتكم شايفين دي عينة من خام الهيماطايت أهم ما يميز خام الهيماطايت أنه سهل الاختزال جدا بمعنى أنه سهل أني أحصل على الحديد منه وبالإضافة لأنه نسبة الحديد فيه مرتفعة بتوصل لحد 60% تقريبا وموجود في مصر بنسبة عالية موجود في غرب أسوان وفي الوحاية البحرية الخام التاني هو خام الليمونايت ومن اسمه يتضح لونه خام الليمونايت خام لونه أصفر ومن هنا جي اسمه ليمونايت وهو خام تركيبه الكيميائي هو عبارة عن أكسيد حديد متهدرد يعني إيه كلمة متهدرد؟ متهدرد معناه يحتوي في تركيب الجزيء بتاعه على عدد من جزيئات الماء الرمز الكيميائي اللي قدام حضراتكم واضح جدا كل اتنين جزيء من Fe2O3 يرتبط بتلاتة جزيء من الماء ولونه الأصفر أكتر مميزاته هو كمان خام سهل الاختزال نسبة الحديد فيه مرتفعة بتوصل ل60% ويوجد بنسبة عالية في الوحاية البحرية الخام التالت هو خام الماجنيتايت خام الماجنيتايت يسمى أكسيد الحديد المغناطيسي الرمز الكيميائي ليه هو Fe3O4 أهم ما بيميزه أنه لونه أسود وله خواز مغناطيسية ولذلك أطلق عليه أكسيد الحديد المغناطيسي اللي كمان يطلق عليها ماجنيتايت نسبة الحديد فيه مرتفعة تصل ل70% وموجود في مصر في منطقة الصحراء الشرقية الخام الرابع وهو خام السيدرايت وخام السيدرايت لونه أصفر رماضي شوية زي ما حضراتكم شايفين وهو عبره عن كربونات الحديد 2 وبالتالي الرمز الكيميائي اللي بيعبر عن تركيبه هو FeCO3 نسبة الحديد فيه مش مرتفعة قوي بتوصل ل42% لا يوجد بنسبة كبيرة في مصر ولذلك إحنا مش هنعتمد عليه في استخلاص الحديد يبقى الأربع خامات اللي قدام حضراتكم هما اللي إحنا هنلجأ ليهم علشان ندور على زي نستخلص الحديد منه لما نبتدي نتكلم على استخلاص الحديد من خاماته استخلاص الحديد من خاماته بيتطلب خطوات ودي طبعا عملية بيقصد بيها أني أحصل على الحديد في الصورة يصلح أن أنا أستخدمه في حياتي العملية زي ما حضراتكم شفتوا الخامات هي صحيح تحتوي على عنصر الحديد لكن في صورة مركبات لا يصلح أن أنا أستعمله فأنا عايز أستخلص منها عنصر الحديد وعملية استخلاص الحديد لها خطوات خطوات استخلاص الحديد هنقسمها لمراحل كتير جدا في الأول إحنا عندنا ثلاث خطوات أساسية لاستخلاص الحديد الثلاث خطوات هما الخطوة الأولى هي تجهيز الخام بمعنى أن خام الحديد اللي أنا هحصل عليه علشان أستخلص منه عنصر الحديد محتاج عملية تجهيز من أجل سهولة حصول الحديد منه الخطوة الثانية بعد عملية التجهيز هنلجأ لعملية الاختزال وعملية الاختزال هنفهمها كويس قوي اللي هي الحصول على عنصر الحديد نفسه وبعد الحصول على عنصر الحديد هنكتشف إن إحنا محتاجين نحول الحديد إلى حديد صند ففي خطوة تلتة هي إنتاج الحديد الصند إذن استخلاص الحديد هيمر بثلاث خطوات تجهيز الخام، اختزال الخام، إنتاج الحديد الصند طيب هنبتدي ناخد خطوة خطوة ندرسها بالتفصيل أكدر نبتدي نتكلم على خطوة تجهيز الخام وتجهيز الخام بيشمل خطوتين أساسيتين الخطوة الأولى هي تحسين الخواص الفيزيائية والميكانيكية والخطوة الثانية هي تحسين الخواص الكيميائية إيه الفرق بين الاتنين؟ الخواص الفيزيائية بتشمل عملية من ثلاثة العملية الأولى هي عملية التكسير أو في عملية تانية تسمى التلبيد وفي عملية تالتة بنسميها عملية التركيز لكن الخواص الكيميائية هنمر بمرحلة واحدة فقط وهي عملية التحميص إذن تجهيز الخام بيمر بمرحلتين إما تحسين الخواص الفيزيائية والميكانيكية إما تحسين الخواص الكيميائية هنفهم أكتر مع بعض يعني إيه الخواص الفيزيائية وإيه الفرق بينها وبين الخواص الكيميائي هنبتدي ندرس تحسين الخواص الفيزيائي تحسين الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخام هتمر بحاجة من التلاتة زي ما شفنا حضراتنا المرحلة الأولى هي عملية التكسير يعني إيه عملية التكسير؟ عملية التكسير هي عملية تهدف للحصول على حجم مناسب لعملية الاختزان واضح جدا من الاسم إن التكسير بمعنى إن أنا بيكون عندي الخام في صخور ضخمة جدا والصخور الضخمة دي صعب اختزالها فبالتالي بنلجأ لعملية تسمى التكسير وهي تحويل الصخور الكبيرة لحجم أصغر شوية بمعنى إن الأحجام بتاعت كل صخرة هتتغير علشان نقدر نعمل عملية اختزان العملية التانية هي عملية التلبيد ولما نشح عملية التلبيد حضراتكم هتفهموا إنها عكس عملية التكسير يعني إيه؟ بمعنى أثناء عملية التكسير وعملية الطحن اللي بيمر بيها الخام وأحيانا أثناء عملية تنظيف الأفرام نحصل على كمية هيلة من الخام الناعم جدا اللي هو حجمه صغير قوي من كتر ما حجمه صغير بيكون غير مناسب لعملية الاختزان فبالتالي أنا محتاج أحول الجزئات الصغيرة جدا لأحجام أكبر إلى حد ما مناسبة لعملية الاختزان وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين أن الخام الناعم لا يمكن استخدامه في الأفران العالية لكن هتغضع العملية دقيقة بغرض ربط وتجميع الحبيبات وهنا بنعتبر عملية ربط وتجميع الحبيبات هي دي العملية اللي بنسميها عملية التلبيت علشان تتحول إلى أحجام أكبر فتكون الأحجام دي مناسبة بدرجة أكبر ومتجنسة وتناسب عملية الاختزان اللي هيمر بيها الخام بعد كده ومن هنا نفهم أن عملية التكسير وعملية التلبيت في مفهومه العلمي عكس بعض فالتكسير هي عملية حصول على حجم مناسب تحويل الأحجام الكبيرة إلى أحجام أصغر التلبيت تحويل الأحجام الصغيرة جدا إلى أحجام أكبر ولكن الغرض من العمليتين غرض واحد إن حجم الخام يكون مناسب لعملية الاختزال اللي هيمر بيها الخام بعد كده وفي عملية تالتة بيمر بيها وهي برضو من تمنى تحسين الخواص الفيزيائية والميكانيكية وهي عملية التركيز عملية التركيز هي عملية بنحاول نستخلص فيها نسبة من الشوائب وبكده نسبة الحديد في الخام اللي هيوضع داخل الأفران تكون أعلى يعني هي عملية زيادة نسبة الحديد ودي هنعمل فيها إيه؟ هنفصل جزء من الشوائب على قدر الإمكان الغير مرغوب فيها والعملية دي بتتم بطريقة من الاتنين يا إما بطريقة اسمها خاصية التوتر السطحي ودي عملية إلى حد كبير بتشبه عملية الغربلة بحيث جزيئات الرمل أو الأجزاء الشوائب الغير مطلوبة تنفصل عن عنصر الحديد أو عن الخام الحديد والعملية التانية هي عملية الفصل المغناطيسي عملية الفصل المغناطيسي بتعتمد على أن جميع خامات الحديد تقريبا لها خواص مغناطيسية فبتمر خامات الحديد على مغناطيسات فبتجذب الخامات الحديد لكن الشوائب اللي ما فيهاش حديد ما بتنجذبش وبكده بيكون تخلصنا من جزء كبير من الشوائب وعملنا زيادة لنسبة الحديد في الخام المستردم عندنا عملية تانية بيمر بيها الخام وهي تحسين الخواص الكيميائي تحسين الخواص الكيميائي بمعنى أن احنا هندخل في التركيب الكيميائي للخام وهنا بيمر بعملية مشهورة جدا ومهمة جدا اسمها عملية التحميص طبعا كلمة تحميص كلمة مش غريبة على حضراتكو معناها تسخين درجات حرارة عالية طب أنا بما سخن الخام هيحصل له ايه؟ وغالبا عملية التحميص كمان بتمر بالتسخين في الهواء يعني في وجود نسبة عالية من الأكسوجين طب ايه الهدف؟ تعالوا نشوف كده لو أنا قدامي خام زي مثلا الخام ده الخام اللي قدام حضراتكو ده كلنا عارفينه هو خام الليمونايت خام الليمونايت يحتوي في تركيبه الكيميائي على نسبة من الماء لما يتم بعملية تسخين شديدة جدا في الهواء هيحصل تبخير للماء اللي موجود وبالتالي نسبة الحديد في الخام هترتفع من 40% لحوالي 70% 69.6 من 10 يعني تقريبا 70% أنا كده زودت نسبة الحديد لإني بخرت نسبة كبيرة من الماء اللي كانت مختلطة بالخام وبكده الخام اللي هيقضع داخل الأفران سيحتوي على نسبة أكبر من الحديد كمان ممكن نعمل حاجة تانية لو جبنا خام زي الخام اللي قدام حضراتكو وده خام السيدرايت خام السيدرايت نسبة الحديد فيه 48% بالتسخين الشديد أو عملية التحميص بيحصلوا تحلل كيميائي إلى أكسيد الحديد 2 وغاز ثاني أكسيد الكربون اللي بيتطاير أكسيد الحديد 2 مع التسخين الشديد في وجود الهواء الجوي بتحصلوا عملية أكسادة فيتحول من أكسيد الحديد 2 لأكسيد الحديد 3 أكسيد الحديد 3 لرمزه كيميائي FE2O3 لو بصينا كويس هنلاقي أننا لما ابتديت بخام السيدرايت كانت نسبة الحديد في الخام 48.2% بعد عملية التحميص اللي مر بيها وصلنا لFE2O3 اللي نسبة الحديد فيه بتوصل ل69.6% بمعنى حوالي 70% تقريبا كمان عملية التحميص والتسخين بشدة بتخلصني من بعد الشوائب الضارة زي الكابريت والفوسفور فكتير من الأحيان بيكون خام الحديد مختلط مع عنصر الكابريت وعنصر الفوسفور مع التسخين الشديد في الهواء عنصر الكابريت بيتأكسد إلى غاز ثاني أكسيد الكابريت اللي بيخرج وعنصر الفوسفور بيتأكسد لخامس أكسيد الفوسفور وبيدم التخلص من هذه الشوائب وبكده نسبة الشوائب في الخام بتقل وهنا احنا عملنا ايه؟ احنا برضو بنجهز الخام لعملية الاختزال بس المرة دي بتغيير خواصه الكيميائية والتركيب الكيميائي عملية التحميز زي ما حضراتكم شايفين خلصتني من الماء خلصتني من الغازات الغير مرغوب فيها زودت نسبة الحديد في الخام فهي خطوة أساسية بتتم قبل دخول الخام للأفران من أجل عملية الاختزال وبكده نكون عملنا الخطوة الأولى اللي هي مرحلة تجهيز الخام واحنا غيرنا في الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية بهدف تحسين خواصه الفيزيائية والكيميائية زيادة نسبة الحديد في الخام تقليل نسبة الشوائب سهولة الاختزال كل دي خطوات كنا بنجهز لها في مرحلة تجهيز الخام وبكده نكون خلصنا كلامنا النهاردة إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة ودرس جديد إن شاء الله